لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام أهلا بك معنا أستاذ جميل يعني هذا المؤتمر وهذا اللقاء مهم في توقيته وفي دلالاته كيف تقرأه؟ هو طبعا زيارة مهمة جدا من مهاردة المفوضية الأوروبية إلى مصر وطبعا الزيارة تأتي في وقت العالم كله يمر بأزمة كبيرة جدا وهي أزمة الحرب الروسية والأوطرانية وتأثيرها على كل دولة العالم دلالة الزيارة أن الاتحاد الأوروبي والعالم كله أصل حيثت بشكل كبير جدا في الدولة المصرية وتأكد العالم كله أن مصر هي القوة الفعلة في منطقة الشرق الأوسط في دولة الحالي مصر أصبحت مركز الطاقة على مستوى العالم وهذا اللي اشمعناها المعرضة فيه المؤسمر الصعب الهدف من كل من هذه الزيارة طبعا واضح كما هو تأمين انبادات الطاقة إلى دولة الاتحاد الأوروبي هو المشاركة مع الاتحاد الأوروبي في تصدير الكهرباء وتسكيل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي أيضا ومن المعروف طبعا أن مصر هي المكان الوحيد في منطقة الشرق الأوسط اللي عندها القدرة على تسكيل الغاز وتصديره مرة أخرى إلى دولة الاتحاد الأوروبي وأيضا في مجال الكهرباء مصر شريك أساسي لدولة الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وده أكثر دليل على ذلك أيضا الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي اللي هي 100 مليون دولار لمصر لمواجهة الأزمة بالفزاة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والاستفادة أيضا من الخبرات العلمية الكبيرة في الدول الاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة للدولة المصرية كل هذا يؤكد على قوة ومتانس العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي يؤكد على القدرة المصرية لتنفيذ كل الترتيبات الأمنية وترتيبات الاقتصادية داخل المنطقة أيضا توقف الدولة المصرية إلى الاقتصاد الأسدر وصفاتها في نهاية العام لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ هذا أكبر دليل أيضا على دعم العالم كله للدولة المصرية وأن مصر أصبحت هي مركز رئيسي للطاقة الجديدة والمتجسدة في العالم نعم سأقتبس كلمة التوجه الجديد من حضرتك لمصر فيما يتعلق بالتنمية فيما يتعلق بمشروعات قومية كبرى وتنموية على كافة الأصعاد المختلفة إلى أي مدى أثر ذلك في المستثمر الأوروبي في جذب هذا المستثمر وأيضا في وجهة النظر والصورة الذهنية لدى الشريك الأوروبي هو طبعا الثقة دي لم تأتي من طراغ من قبل رجال الأعمال أو الشريك أو الاتحاد الأوروبي لأن مصر خلال الثمان سنوات الماضية وضعت استراتيجية واضحة لإعادة بناء الدولة المصرية مرة أخرى لإعادة بناء الدنيا التحقيق الكاملة التي تبقى موفرة كل الإمكانيات وكل الطاقات للمستثمر الأوروبي النويجي ويستثمر داخل الدولة المصرية مشروعات كبرى تعملت في الدولة المصرية شبكات طرق لاهتمام بالطاقة لاهتمام بالعمليات حتى تسهيل عمليات النقل داخل الدولة المصرية وخارج الدولة المصرية لكل المستثمرين كل ده جعل أن هناك ثقة هو العمل على الأرض أدى إلى هذه الثقة التنمية الشاملة في مجل التسمار والتنمية الشاملة أيضا داخل الدولة المصرية على كافة التجاهات وكافة المصارات وفيه أيضا نقطة مهمة جدا اللي هو القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية اللي مصر قدرت أنها خلال السنوات الماضية أنها تقضي على البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية وزي ما قلت الحضرات زي ما أتكلم أن مصر بتحارب الإرهاب نيابة على عالم مصر قدرت إلى الاستقرار في الدول الأوروبية من خلال محاربة الإرهاب منع الهجرة الغير الشرعية لا يوجد مركب طلع هجرة الغير الشرعية من مصر خلال السنوات الخمسة الماضية وهو ده اللي بيحقق الأمن والأمان داخل الدولة المصرية وأيضا على الجانب الأخر بيحققه لدول الشمال المتوسط نعم في تصوري أستاذ جميل أنه في كلمات سر في هذا اللقاء الغذاء الطاقة وأيضا المناخ مصر ستستضيف كعب 27 بإذن الله في نوفمبر القادم وأورسلا فوندرلاين تعول كثيرا على هذه الدورة المقبلة للمناخ التي تستضيفها مصر كيف ترى رؤية أوروبا في مجالات الحوار حول المناخ كشيء يهدد العالم بأسره وتحدي مهم وخطير يجب فيه الحوار المشترك عالميا هو يجب فيه الحوار المشترك عالميا على الجانب الأخر يجب على الدول الكبرى أنها تنفذ تعرضاتها ضد التجاه لتخفيف التعامل مع المواد الأفرية مثل الفحم وخلافه التي تؤثر بشكل كبير على المناخ وتؤثر على البيئة مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثل الصين أيضا تلتزم بتعرضاتها نحو الدول الأكثر فقرا أو القرى الأكثر فقرا زي أفريقيا وتقدم الدعم اللازم لها للاتجاه في هذا للعمل على الحفاظ على البيئة والحفاظ على المناخ وهو ده اللي بيطالب بيه دايما سيادة الرئيس طبعا التوجهات أو الحوارات اللي هتتم داخل المؤتمر أعتقد أن كلها لازم تصب في مصلحة المناخ تصب في مصلحة الدول الأكثر فقرا نحن شايفين مصر التجاهد بشكل كبير جدا من سنوات طويلة في الاتجاه للإقتصاد الأخضر لاعتماد على الطاقة البديلة لاعتماد على الهيدروجين الأخضر وخلافه وطاقة الرياح كل ده طبعا أكبر دليل أن مصر في الوقت الحالي هي الدولة تسعى بكل جهدها من أجل الحفاظ على ديها والحفاظ على المناخ وهو ده اللي ادها أيضا ندى العالم كله ثقة في أن مصر قادرة على قيادة المؤتمر وقادرة على الخروج بتوصيات تفيد العالم من هذا الخطر الداهم اللي هو تغير المناخ صحيح أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام كنت معنا هاتفيا أشكرا جزيلا لكم شكرا